في بغداد اعتدى مسلح يدعي انتسابه إلى الحجد الشعبي على جمع من المواطنين قرب جسر النهضة وذلك بإطلاق النار عليهم من سلاحه مما تسبب في إصابة اثنين بجروح وقال شهود عيان أن أحد الأشخاص الذين يدعي انتسابه إلى الحجد أطلق النار باتجاه مجموعة من المواطنين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وعلى خلفية ذلك ألقت دورية من النجد القبض عليه وتبع ذلك قيام مجموعة المسلحة بالاعتداء على دورية النجدة وإطلاق صراح الشخص المعتقل بالقوة